إلى ذلك تشهد مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس قصفا من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدي لها على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف القتل الذي اندلع بين طرفين نزاع منذ نحو أسبوعين فيما يحتدم القتل في إقليم دارفور المضطرب بغرب البلاد وأبدى قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتح البرهان موافقته المبدئية على مبادرة لمنظمة إيغاد تسلمها الأربعاء تتضمن مقترحات حلول للأزمة الحالية ووفقا لبيان صادر عن المتحدث الرسم باسم الجيش السوداني فإن المقترحات تتلخص في تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية وإفادي ممثل واحد من القوات المسلحة والميليشية المتمردة إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة